اشتركوا في القناة الصيانيوني لديه دخل في الموضوع معنا شهداء وشاهدات على هذا الوضع ففي ظل توقف قرد عن إعطاء الأخبار ووجود إزمة شكلية عبر الأنترنت من طرف خديج الحريري تأكدت المعلومات الآتية من الولايات المتحدة الأمريكية أنه لن يمكن لراديو مارث أن يبتأ أخباره عبر الأثير إن لم يتمكن من تحقيق أو إطرد هذا الفيروس الإسرائيلي الذي جاء على راديو مارث فلنلاحظ هنا جميع الشاشات مغلقة ومطفية عن آخرها هناك النوار وهناك الأبيض ويبقى السؤال المطروح غدا ما إذا كان بإمكانه شام الخليفة أن يحقق الإعجاز ويتحدى الولايات المتحدة وإسرائيل ورجوع الأنترنت إلى الغدكسيون حتى يتمكن الصحفيون الزملاء من أداء مهمتهم النبيلة في أحسن الظروف هناك بعض آخر يتحددون عن الزيادة زيادة في الرأس إنها الأحمق الذي أتى إلى المغرب تؤثروا كثيراً لغياب الإنترنت في الإداءة العالمية والدولية بالنسبة لكم كيف تشوفوا هذا الانخطاع؟ نحن رأس لنا الجهات المسؤولة وطالبنا بشحلوا هذا المشكل وزيدوا لنا في الصبيب ديال الأنترنت وإذا بنا كانت تفاجئوا اليوم القطاع ديال الشبكة العنكوبوتية والساميل ديالنا السماعة والقردة عنده الفلاش بعد أقل من 55 دقيقة وما عندهش الكونيكسيون وبالتالي نحن نطلبوا بإسقاط المسؤول على هذه المسؤالة هذه واللي هو معروف رئيس حكومة السيموحمد العلجي التي تسببنا في هذه المشاكل هذه وبإسمي وبإسم الزملاء هناك من يقول أن هناك تدخل أجنبي وأن الإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وبريطانيا وفرنسا لهم تنطلبوا برفع الصبيب دياله لما فيه نصلاح الجميع هل يمكن اعتبار هناك أيدي أجنبية مثل إسرائيل أجنبي الأول السيموحمد العلجي تبدو المجهود دياله لكن المجهود دياله تصطدم بالواقع المرء وبتالي نحن نعاني وتشلكي محمد القردة تخيومكم لهذا الوضع وهذه الأزمة الحالية التي نشادها في إداعة راديو مارس نحن مستهدفين نحن في راديو مارس مستهدفين وقد ندخل الموجز شوية مكيش الأخبار ويمكننا نجعل الجرائد باش نقرأوا بهذه الأخبار من الجرائد القردة القديفة القردة القردة هناك من يقول أن هناك أياد أجنبية خفية مثل الإسرائيل التي أكدت عدم مسؤوليتها في الخبر طاح قبل قليل وهناك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكذلك ألمانيا فيما تنكرت روسيا لما حدث هناك أيضا خبر بلوطي سمع إعداء خبر بلوطي أيضا نحن نقضي المعطاية لا نقنع معطاية والسبب المسؤول الأول والأخير هو محمد العلجي لا البلوطي هذا وقت مكن من ضبط العلجي يبحث عن الأنترنت عبر الأخيوط العلجي الذي يجلب الخيوط من القدم إلى القدم ماذا تقول العلجي عن هذه الكارثة التي تسببت فيها أنتك في الصراحة هذه الكارثة جميع المقاييس هناك من يقول أن هناك إسرائيليين صحيحين يحاربونك أو من وضعوا لك هذه تبريكي هذه تصريحات عارية من الصحة أنت هو الإسرائيليين إخوة إذن؟ أنا هو الإسرائيليون ليس إخوة لا تطبيع مع إسرائيل لا تطبيع مع إسرائيل وهل نعم للتطبيع مع الإنترنت الذي لم يعد في الأغيداكسيون؟ إن شاء الله سيعد إن شاء الله سيعد وصوف سياسة التسويف تبقى مستمرة ونبقى ننتظر صوف متى ستحدث محمد الصامت وراديو مارس أدار البيض ترجمة نانسي قنقر